موسيقى مساء الخير على حضراتكم جميعا أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج كل جديد اللي يستنونا كل أسبوع في البرنامج بتاعنا النهاردة معنا الأستاذة هدى وهبة كانت معنا في حلقة قبل كده ومكملين معيها الحلقة قبل كده كانت عن شال الأميرات زي ما هي مسميها هي مصممة كوريشي وفنانة طبعا جميلة بتعمل كل حاجة خاصة لكوريشي النهاردة بقى الحلقة مختلفة وإحنا كنا أعلننا في الحلقة اللي فاتت إنها من عشاء الكلاب من عشاء الكلاب ومن عشاء تربية الكلاب بقى زي كانت كلاب بلدي في الشارع أي كلاب في الدنيا معانا هدى الشهيرة عندها عندي كم كلب في البيت عندي تسعة أهلا بك الأول أهلا بك يا أستاذة سوما من ورون كل سنة وانت طيبة كل سنة وكل المشاهدين مطيبين وإخواننا المسيحيين نهاردة عيدهم ونا ببسطة أقول أننا حلقتي في اليوم ده عشان أقولهم كل سنة وانتوا طيبين يا رب تكون سيانة سعيدة على الجميع كلهم ونقدر نحقق فيها كل اللي ما قدرناش نحقق فيه في السنين اللي فاتت وقد إيه فعلا أنا مستبشرة خير جدا بالساناتي يا رب الله شوية كام شهر كده بدايتي جبت قاعد جبت جارو صغيرة ربي سعب علي أنه قاعد لوحده جبت له بنت أمت مغيرة؟ أهلا شوية أنا صغيرة أهلا جوزي هو اللي كان بيحب الكلاب هو صغير اعترض في الأول وبعدين نوافق بسعدي بصراحة يعني بسعدي كتير قوي يعني مش عايزة أقولك كل حاجة كل حاجة مش عايزة أقولك إحنا ساعات بنستخبى من بعض لما بيبقى في معانا حالة ولسه هنوريها للتاني يعني آخر حالة دي بندق دخلي بيه بيقولي نص ساعة بس الكلاب برا بتطهوهوا عليه فالمجهود كبير بيعملو أنت مبدأين عندي كم كلب في البيت؟ حاليا دلوقتي أنا معي تسع كلب في البيت آآ مجهود طبعا كبير جدا منهم اتنين بلدي آآ لوزة مكسورة آآ غافير في الشارع ضربها بطوبة آآ قصرت آآ بندق آآ مامتو تاهم مامتو برضو عدنا ندور عليها فترة صغير طبعا ما قدرش ثلاث شهور ما قدرش يعيش في الشارع في السن الصغير ده فبرضو خدته عندي آآ تربية الكلاب سهلة للي بيحبها صعبة على الناس وانت بتكلمين كده عايزين نشوف سور الكلب اللي انت بتقولي عليه لوزة وبندق احنا معنا صورة للكلبين آآ أوكي آآ معنا هي الصورة آآ دول عادين عندي في البيت يعني الكلبين اللي انت تكلمي عنهم الكلبين البلدي انت دخلتهم عندي آآ دخلتهم عندي طب عامل ايه طيب؟ آآ أخدتهم وعالكتهم اللوزة ضربت بطوبة في الشارع بدون اي رحمة آآ طبعا اي حاجة بقى اي كلام اي حاجة اي تبريرات مش منطقية نهائي احنا عزينا تكلمين عن من واجهة نظرك المفروض ان الحيوانات الناس تتعامل معاها ازاي وتقولي ايه لالناس اللي لما تلاقيكي منزلة حاجة او بتدعي انه نعلم ولادنا انا طبعا بدعي اول حاجة ان الاطفال لازم يتعلموا ازاي تربية الكلاب اتمنى انا عزيكي كده توجيه كلمة اتمنى ان الناس انا اتمنى تكون في حصة في المدرسة كل سبوع مرة كل شهر مرة نعلم فيهم ولادنا الرحمة بالحيوان اي ان كان الحيوان عصفير فران اي حاجة اتمنى ان تبقى دي حاجة موجودة في مدرسنا كلها بصفة عامة الرحمة عموما الاطفال لما بيتعودوا على الرحمة ومن هم صغيرين هم نفسهم بيبقوا علينا كمان على البناء دمين بيعودوا الناس حواليهم بمشاعرهم بيتعاملوا بمشاعرهم الحيوانات دي ضعيفة كائن ضعيف الرحمة ملهاش دين ملهاش علاقة خالص بالدين الرحمة من عند ربنا سبحانه وتعالى موجودة في كل الاديان السماوية اللي نزلت فاتمنى من كل الناس فعلا بجد خلي عندكو رحمة بالحيوانات دي غلابة بجد وفية بجد هيا دي اللي تقدر تحمينا فيه توازن بيئي في الطبيعة ربنا خلقها ربنا خلقها لسبب بلاش نقزيها بلاش نتعرض لها بكل قصوة طوبة صغيرة قصرت رجليها اه ممكن يكون مش قصدك بس عملت كده وكنت السبب في ده حرام وفيه ناس بتبقى قصدق وفيه ناس بتبقى قصدق فيه ناس بتبقى قصدق تعزب الحيوان تأذيه ممكن يكون الكلب قاعد في حاله وتبصي تلاقي واحد معدي من جنبه وراح تضربه بحاجة برجله مثلا شوفت حاجات مندي كتير احنا فعلا محتاجين توجيه من ناحية الحيوانات محتاجين حلقات كتير انا اتمنى اتمنى اه فعلا انت طبعا عارفة وتربي وحببتي وده سبب علاقتنا والصداقة كلاب وقطت وانا برضو عندي قطتين كمان اه وانت عندي قطتين اه بالضبط فانا وانت اشتركنا في ده يعني ده اللي قرب بنا يعني اه ده حقيقة اه فهم الكلاب حسب المنطقة اللي عايشين فيها هيقابل هجوم هيهجمك والله انا بشوف انا بشوف انه في كلاب ولا مهما تتهاجم بتبقى خايفة ومرعوبة وبتجري وبتفضل عدم مكانها الحقيقة ده اللي انا بشوفه الحقيقة ده اللي انا بشوفه من الناس ده طب انت بقى ايه الافكار او ايه الفكرة اللي انت انت كنت قلتيني قبل الهوى ان انت في حاجة هتقوليها بالنسبة لكلاب عندك حاجة هتعمليها انا بالزبط انا بحاول اجهز مكان ان انا استقبل في بعض الحالات اللي بتقع قدامي لان بصراحة انا بيتي خلاص ما بقاش مستحمل كتير اوي تسعة كلاب يعني بالزبط وفي نفس الوقت في توجيهات ما شاء الله يعني من انسانة عظيمة جدا ورحيمة جدا جدا من قلبها عز ايوب معايا جوزي معايا هنبتدي انها هي كانت فكرته في الاول بهزار وبعدين قلب الجد والله كويس ان هي قلب الجد اه بالزبط احنا تعبنا الفترة الفاتت دي مع لوزة وبندق وفي لولي كمان مش موجودة في الفيديو فكده بقوا تسعة بلدي لأ لولي مش بلدي الموضوع مش موضوع بلدي فكرتك اللي انت عايزة تعمليها دي عن اي نوع من انواع الكلاب لا مش فارق معايا مجتمع الكلاب مجتمع كبير كلاب عموما الكلاب عموما مجتمع كبير انا مسميه مجتمع لانه متقسم لتلت فئات فيه ناس بتحب الكلاب زي انا وانتي وفيه ناس بتربي الكلاب تجارة وفيه ناس بتتاجر بالكلاب فاحنا يعني ايه لحد ما احنا نتعامل في اللي احنا نعرفه انا بمجهوداتي الشخصية انا لعمري نشرت بسط لكلب بعرعي او بعالجه ولا اي حد دي حقيق انا انا ما شفتش خالص خالص اي حالة بتقابلني بالعكس مرة حصل معايا موقف غريب جدا غريب فوق الوصف كان عندي حالة صعبة جدا جدا موت محقق بالصدفة ببعت لحد عشان استشيره في القصة فجأت ان الصور بتاعت كيلي منشورة على مواقع اجنبية وبيلموا عليها تبرعات ودي كلبتي تبرعات اه وبيتي ومحدش صرف عليها منلم غيري انا وجوزي فاستغربت جدا لقيت الناس بتبعتلي الحقيقة فيه صورة كلبتك مش ديه كلبتك بسي وموضوع التبرعات ده احنا مش هنتكلم طبعا لا خالص مش هنتكلم موضوع التبرعات لا قطة ولا كلاب لان الموضوع ده بقى جد كتير قوي كبير الشلاتر قطر خيرهم مش هيلين الجزء اللي عليهم كل واحد يقدر يعمل اي مساعدة شخصية يبقى عند ربنا سبحانه وتعالى ياريت انا بعمل مجهودي مش بدون مساعدة حد المكان الجديد اللي بجهزه ان شاء الله باذن الله هنبقى نعلن عنه هستقبلي فيه هستقبلي فيه الحالات الصعبة اللي قريبة مني قدامي ومتأكدة منها ان ما فيهاش اي اي حاجة بلدي بقى او كلاب ده لاني في ناس بترمي الكلاب بتاعتها بعد ما بتربيها بالزبط يا ما قابلنا يا ما قابلنا القصص دي اه عايزين بقى نشوف الفيديو اللي انتي بتاع الكلاب الاول نشوف الفيديو بتاع الكلاب الاول انا مضطرة عامل مكان خلاص انا بيتي انا كاتبة في اخر الفيديو ما فيش مكان في البيتي خلاص يعني جملة جميلة جدا مرغم إن فيه تلاتة فيه تلاتة بعد الفيديو ده بعد ما عملته فيه تلاتة جملة انا بس نعرف الناس إن الفيديو ده عندك في البيت او عندي في البيت وهي عاملان لهم الفيديو مخصوص ويقول لهم ما فيش مكان بقول او انا بكلمهم يعني حاجة جميلة جدا على فكرة تصدقيني حاجة منتهى الرحمة هم حاجة جميلة في حياتك اه اه انا بعشاءهم وبالزبط هم حاجة تقدري يعني تعيشي بيها تقدري تعليمي بولادك بيهم حاجة تقدري تعليمي المجتمع حاجة انا حصل معي موقف في الشارع عندنا برضو لما لوزة قبل ما تكسر كنا بنحميها وبنأكلها قد ايه كنت سعيدة لما الناس اللي حوالينا خدونا قدوة قد ايه كنت سعيدة بدا وبقى كلهم حتى يلعبوا معاها ويرعوها يعني بغض النظر على ان لما تكسرت بس اولا ما فيش اعتراض من الجيران خالص على الاصوات بقى والهوهوة وكده وانا بحترم دا فيهم جدا اه انا حاسة ان فيه امل لأ بصي هوم ناحية فيه امل انا عارفة انتوش حاجة تخلصي كلام هتحب تكملي عن الكلاب ولا مش هتتكلم عن الشال الشال الجديد الصغير هنتكلم عليه طبعا انا طبعا عارفة انه هودة لو انا سبتها تتكلم ساعتين جلات وانا نفس الموضوع بس عايزين الشال الصغنة الجديد اللي هاي عاملاه وعايزين نتكلم عنه طبعا هي هي طبعا تلعت هودة بالشال الكبير والشال دا مشهور جدا جدا على الفيسبوك هي أول وحدة طلعت قالت أول وحدة طلعت أول وحدة عملته عشان بس ما حدش يجي يقول لا إحنا كلنا عملنا أول وحدة طلعت وقالت أنا عملت الشيء. كلميني عن الصغنون الجميل سهل جدا وبسيط ومخدش وقت ومناسب جدا لطلبات البنات في الجامعة والسيدات اللي يسموهم صغير شوية كان نفسي طبعا أجيب موديل تعرضه بس ما فيش وقت بياخد منك وقت قد إيه بقى ده ما أخدش مني حاجة بصراحة عملته أربعة أيام خمس بيئة بجد. التاني طبعا ثلاث أسابيع وأسبوعين انت شاطرة على فكر انت شاطرة جدا لأن الحاجات دي بتاخد الوردات الصغيرة دي بتاخد وقت بتاخد وقت فعلا وانا بشتغل فيه الواحدي ما فيش حد بسعيدني ولا طلبت مساعدة من حد مش ناوي تعملوا بقى بطرون ده لازم هعملوا بطرون ولازم هتفرغ للحلقات زي ما الناس طلبت مني أنا أبعتذر عن التأخير أنا وعدتكو بس صدقوني من ساعة الحلقة اللي فاتت لحد الحلقة دي حصلت موقف كتير أخرتني وعشان كده برضو أنا تأخرت عليكو في الحلقة دي هدفي إن يوصل للمجتمع كله إن فكرة الهندميد ده حاجة بنتعب فيها وأتمنى إن العالم كله يعرف إن فيه مصريات في مصر بتعمل شغل كويس هو هذا العالم أكيد عارف تاني إحنا أشهر ناس إحنا أشهر ناس في الهندميد حقيقة أي حاجة وفي الجودة كمان بس إحنا معروفين طبعا إحنا إن التجمع بتاعنا الناس اللي بتعمل مشتغل كويس بتشتغل بروحها بعقلها وقلبها وإيديها دي فنانة مبدعة فبجد لازم توصل أنا بقول لكل ستة مصرية بجد أنت تقداري إن أنت لعندك موهبة نفذيها مهما كان مستواك الاجتماعي مهما كانت ظروفك لازم تحققي هدفك وهتنجحي فيه اللي بيشتغل بإيده بيبقى عامل اللي بيشتغل بعقله بيبقى صانع إنما اللي بيشتغل بإيده وبعقله وبقلبه وإحساسه ده بيبقى فنانه ومبدعة فعلا بيبقى مبدعة وأنا شايفة إن فيه سيدات كتير جدا أنا تعرفت عليهم الفترة اللي فاتت دي فعلا مبدعين ويستهلوا النجاح ويستهلوا إن هم حاجتهم تطلع للنور وتتصدر برة وده برضو من ضمن أهدافي وطبعا إحنا مشتركين مع بعض أنا وإنتي في كل حاجة إن شاء الله إن شاء الله هنحقق ده ده مش بتاعي الفيديو هكلميني بقى الفيديو لأنتي الفيديو إمي حمدي فنانة مبدعة في مجال جديد جميلة جدا صوتها رائع عملت الفيديو ده يا ريتي يصار دلوقتي عملت الفيديو ده لكل واحدة بتشتغل هند ميد يعني الفيديو ده معمول مخصوص لكل فنانة بتشتغل هند ميد أمي برضو الفيديو معينا الفيديو معينا هو ده هي اللي عملية مش كده ياريت نسمعوا بصوتها طلعا من شغل إيدي بتكون معمولة بحب بحبها وانا لسه بشتغلها وبتخيل شكلها ببقى حريسة قوي انها تطلع في أحلى شكل زي الطحفة الفنية ولما بتخلص وبشوف قد إيه حلوة وبشوف أعجاب الناس بيها بنسى كل التعب بنسى واجع إيديا وتعب عناية والصهر طول الليل بحس بسعادة غريبة كأن طفل اتولد على إيدي وبستعد للشغل الجديد للقطعة لبعضها بستمتع وانا بشتغل هامل إيه بحب الكورشي امي فعلا بتشتغل معينا هندميد دي كانت من ضمن هوايتها لا هي هيلة وسوتها جميل هي اللي عمل الفيديو ده احنا بنحييها بنحييها جدا جدا على الفيديو الجميل اللي هي عملاه بالأداء والصوت والموسيقى وكل حاجة بجد احنا بنحييي امي اهداء لكل ست بتعمل هندميد وزي ما هو ده بتقول بقى قدمي الاهداء انتي بقى أنا بقى يعني بهدي فعلا لأن الكلام أنا حسته ولمس قلبي لأنه فعلا وقعي كل واحدة بتعمل هندميد بتعملهوش بس بوقتها ده من صحتها ومجهودها وتركزها وبيتها وروحها وروحها كمان لازم بين الكورشي والشغل والفن بيطلع من وازاي تختار الألوان وممكن تعيد يعيني وتفك تاني عشان تقدر توصل لأحسن صورة تديها للي قدامها ولازم تكون عارفة كويس قوي اللي قدامها هياخد ده الجزء ده هيعمل بي ايه يعني السيدة الجميلة الأميرة اللي هتلبس التحفة الفنية اللي هتطلع من بين ايديها لازم تبقى هي كمان حساها دي حقيقة الهندميد الكورشي بالذات بيطلع الطاقة السلبية لجوال واحد وبياخد طاقة إيجابية ازاي تحول كل الطاقة السلبية اللي حواليك سواء بقى من المجتمع سواء من ولادك كذا اي طاقة سلبية اه بظهر احنا بس اللي نقدر نقول الكلام ده والناس اللي هيشتغلوا واللي بيشتغلوا اكيد هيعرفوا ان كلامنا ده مظهور هنتمنى ان انا الناس اللي ارتبطت معاهم انها هعلمهم فجس نص السنة الاطفال احنا عايزيك بقى توضحي النقطة زي علشان الناس تبقى مركزة ياريت انا بعلم الاطفال مجانا الاطفال الصغيرين اللي عندهم موهبة وبناشط كل ام لحد كم سنة لحد 11-12 سنة اوكي انا ما عنديش مشكلة يعني الهودة بتقولكو دلوقتي انه اللي عايزي تعلم كورشي كورشي بناشط كل ام شايف الموهبة الموهبة في بنتها تكلمني وتتواصل معايا انا اتواصل معايا جزء كبير وان شاء الله بإذن الله هابتدي معاهم فجس نص السنة لسه فاضل لنا اسبوع هابتدوا معايا يعني اللي اتواصلوا معايا فعلا واللي عايز برضو يتواصل انا برضو معايا فريق عمل ما عندوش اي مانع خالص انه يساعدني في الموضوع ده هعلمهم الشيال كمان يعملوا ازاي وان شاء الله بإذن الله يعني اتمنى اتمنى ان اوصل الهدفي معاهم في المجال ده والله انتو كده فاضل مفاجأة واحدة انت بقى اللي هتقوليها بتاعت المواهب طيب انا هقولها كده سريع وبعد كده هنطلع الفاصل بعد المفاجأة انه فيه هدى هتعمل كل شهر حلقة للمواهب الاطفال تمام كده اللي عنده موهبة في اي حاجة هيطلع معانا ويكلمنا وهدها هتبقى موجودة والاستضافة هتكون هي اللي مصطرفهم ودي المفاجأة كل شهر ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله هنجمع المواهبين في كل المجالات مش لازم هندبيت بس موسيقى رسم كروشي كل البنات اولهم ان شاء الله هتبقى رحمة ربنا اقومها بالسلامة ان شاء الله انا مستنيها كان المفوط تطلع معي بس هي لسا تتعبانا ان شاء الله رحمة تطلع معي المرة الجاية ان شاء الله فكروا بقى في الموضوع ده وجهزوا نفسكم ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني موسيقى ورجعنا لكم تاني ومعينا بقى الفقرة التانية ودي فقرة مهمة جدا لناس كتير مهتمين بيها ومستنيينها معينا شخصية جميلة وشخصية عظيمة معينا الصحفي المتميز الاستاذ مصطفى العطار اهلا بك اهلا بك يا استه سوما انا مبسوط جدا اننا موجود مع برنامج كل جديد تحية خاصة ليك والكل مشاهدين ومطبيع البرنامج كل جديد نبدأ عامل اذاع الوحدي عامل اذاع الوحدي عامل اذاع الوحدي هو اللي هيتكلم ايه عامل اذاع الوحدي ليه ما تخليك معينا في الازع انا جات فكرة عامل اذاع الوحدي يعني حوالي من 10 سنين تقريبا واننا كان طول الوقت عندي تطلعات أدبية وتطلعات في الكتابة فكنت حابب الاسم التعامل إذاع الوحدي أن أنت بتعني الاستقلالية بتعني الحرية بندعو فيها الحرية الصحافة بندعو فيها الحرية الرأي بندعو فيها أن كل واحد يقول اللي هو عايزه ما لم يضر الآخرين أنت حر ما لم تضر تمام دي عامل إذاع الوحدي دي عامل إذاع الوحدي تمام ومن خلال الصفحة بتاعتي اللي الحمد لله بقى لها متابعين كتير والناس كتيرة بتحب تقرأ اللي ما بكتبه من هنا بدأنا مشوار الصحافة وعايز اقول لحضرتك ان انا بدأت معايا الصحافة انا محد استعيدني انا مروحتش خبطت على اي حد وقلت له شغالني صحفي انا صفحيتي هي اللي شغالتني صحفي طول الوقت كان عليها صحفيين مميزين مع الوقت كذا صحفي يكلمني ان هو يستعين بي وبدأت كمراسل بنسويف وبعد كده مدير مكتب المحافظة نفسها واشتغلت في الصحافة السياسية زمن مش قليل الحمد لله رب العالمين وكنت مجتهد وكنت ناشط وكنت شاطر لحد ما وصلنا لصحافة الحرف الادوية وصحافة الهند ميد نوقف كده هنا ثانية عشان احنا عايزين نقول كلمة الاستاذ مصطفى العطار مؤسس صحافة الهند ميد اللي انا كنت اول مرة اسمع عنها واستوقفني الكلمة مؤسس صحافة الهند ميد يعني الناس بالطالب عايزين نقابة للهند ميد وعايزين ناس مهتمة بالهند ميد وبعدين انت كده طلقتلنا فجأة مؤسس صحافة الهند ميد كلمنا بقى عن الموضوع ده لان ناس كتير عملا تسألني هو الهند ميد ليه صحافة اه ليه صحافة استاذ مصطفى هو اللي أسسها تمام تسلميلي يا سومة المقدمة الجميلة عايز اقول ان انا بعد فترة معينة من الكتابة السياسية في الصحافة السياسية بواجه عام قابلت حد من زمالي الصحفيات اللي هما بطلوا صحافة وقعدوا في البيت وابتدوا يشتغلوا هند ميد عرضت عليها شغلها من سلاتين او من سنة ونص تقريبا واتفرجت على الشغل بتاعها حسيت ان هو شغل عالي هي كان اسمها سامر علي سامر كتب ترسم على العباية وعلى تشيرت بتريت تتفرج على شغلها وبص عليه لقيت ان هي عاملة حاجة حلوة قوي فوعدتها ان انا هعمل معها حوار صحفي زيها زي اي سياسي او اي برلماني انا عملت معها حوار قبل كده وعملنا الحوار وعشان هي كانت صحفية وبعد كده اتعلمت الازياء وإلى آخرة فكتبنا منشطه وده كان اول منشط تكتبه في صحفة الهنديميد وقلنا صامر علي من بلاط صاحبة الجلالة لعالم الازياء ومن هنا بدأت فكرة صحفة الهنديميد بمعنى ان كل المصممين الهنديميد بواجه عام بيبقى على صفحتهم ناشى بههم طول الوقت فابتدوا هم الوحديهم يبعتوا لي اضافات لان المقالة عجبهم او التقرير عجبهم ابتدوا هم الوحديهم اللي يشدوني للشغلانة كل واحدة تبعتلي اضافة وتقول لي انا بعمل اكسيسوري انا بعمل جلود انا بعمل ازياء في طايفة كل انواع الهنديميد او اي حاجة تختص بالاشغال اليدوية كده تمام او فيما يخص الاشغال اليدوية الجميلة يعني لما نقول صحفة الحرف اليدوية مش بنتكلم عن الميكانيكو والكهربائي مو ده حرف يدوية لا احنا بنتكلم عن صحفة الحرف اليدوية الجميلة اللي فيها فن اللي فيها بهجة اللي فيها سعادة اللي فيها اللي بتدي طاقة ايجابية للناس فبدأوا تلقائيا اغلب الناس اللي هما بيشتغلوا بيديهم يبعتولي اضافات وكل حد فيهم يارد علي شغله ويارد علي مهنته فعملت كام حوار ولسه يعني هرجع لقواعدي سليما لقيت ان انا يعني مواجب جدا بالفكرة وشايف ان هما بيقدموا حاجة حلو قوي للبلد لان لما جيت اشتغل على صحفة الحرف اليدوية دي كان الشعب المصري انا شايف ان هو محمد والصور هي معنا اه الصور معنا دي هبا شهين مصممة جلود في الشرقية المنصورة هبا عفوا هبا شهين مصممة جلود من المنصورة دي نزلت عملت معهم لقاء هي وزميلها نادي الشرطة في المنصورة كانوا اربع بنات وعملين شغل حلو جدا كمان انت بتشجعهم تشجيع رهيب بجد لما تكتب عن حد وتكتلم عن حد لا تشجيع في حد ذاته وتأدير للمواهب ده في نادي الشرقية نزلت عملت حضرت حفل التخرج لمبادرة جميلة عاملة شغل في مصر دول كانوا في نادي الشرقية كانت حفل التخرج كان حوالي 13 بنت شغالين جلود كلهم يعني يعني بسم الله من شاء الله وعملين شغل جامد جدا الشرطة اللي معهم هي ما تقلش عن البرندات بس مستوها اعلى كمان الصورة دي في مدينة ناصر في الحديقة الدولية برضو كانوا عملت حوار مع ثلاثة لان انا بدل ما يعني ألف عليهم في كذا مكان بجمعهم كلهم في مكان واحد واعمل معهم حوارات مرة واحدة عشان هما كتير فعايز اقولك ان دي انا كنت مسميها سيدة الاحجار الكريمة دي تقا رؤوف مصممة جلود من الشرقية وحاليا بتضرب وعايز اقولك ان انا بعد ما تصورت الصورة دي مع تقا كانت من شهر مارس اللي فات النهاردة النهاردة تقا مكتوب عنها في اخباري اليوم ماشاء الله اه نزل لها نصف صفحة في اخباري اليوم فطبعا يعني هما يستحقوا الدعم ويستحقوا المسندة صراحة يعني دي مجلة سحر الشرق كنت عامل مقال مجمع عن مجموعة كبيرة دي رحيمة الشريف والمجموعة بتاع البنات بتوع الشرقية كلهم وده الصورة الكبيرة المجمعة دي عليها مثلا ما يقلش عن مية شنطة مية شنطة عملوها مثلا في اسبوع وما تقلش عن شغل البرندات اللي الناس بتروح تشتريها بألاف الجنيهات فهم عاملين شغل هايل يستحقوا الدعم ويستحقوا لهم ان احنا نساعدوا مع الانتشار في خلال بقى السنة ونص دور كتبت عاملين واحدة لحظة عشان الشاشة دي هاجر هاجر دي في سنوي انت متخيلة ان ده شغل بنت في سنوية عامة يعني دي لما انا عملت معها الحوار كانت في قولة سنوي تقريبا كنا في الحديقة الدولية في مية نصر فعايز اقولك ان دي مصممة جلود في قولة سنوي فكان لازم نهتم بيها وتبقى هي اللي واحديها يعني الفن مالوش سنة اه الفن مالوش سنة حقيقي وبرضو هاجر دي مامتها صمر خليل برضو برضو مصممة هندبيت مستوى عالي خالص فهي زي ما تقولي يعني شربة دي اميرة عبدالله اميرة عبدالله دي شرقية مصممة جلود من الشرقية برضو قابلتهم وعملت معهم حوار صحفي ومع الوقت كلهم بيتطوروا يعني وبعملوا كل فترة شغل اعلى عن الاول فانا بحبهم وبحب شغلهم وبستمت على ما بشوف حاجته دي مصممة الجلود هبا عبدالرقوف هبا عبدالرقوف الشرقية برضو برضو من الناس اللهم عاملين شغل هايل جدا كلهم مصممين جلود اه كلهم مصممين جلود الحفلة دي كلها كانت جلود اه الحفلة كانت جلود اه انا هاخدك بقى لسكة تانية وهقول ان انا لما جيت اتعرف على حضرتك اعلامية انا فجئت ان انت مصممة ازياء حيوانات اليفة فانت بتعملي يجيبها للكلب وبنطلون للقط وحاجات كده فعايزة اعرف ايه قصة الازياء الحيوانات الاليفة استاذي سوم علي اقولك كان معايا في الحلقة الفقرة اللي قبلك هودا وهبة دي انا وهي مجانين في حب الكلاب والقطط تمام فاحنا كنا متعارفين برضو من زمان كده زمانا وانت تعرفنا بسبب الهند ميد انا وهي تعرفنا في جروبات الانقاذ والكلاب والقطط تمام فعملنا الحلقة بتاعتها الزي النهاردة مخصوصة عشان توجيه للناس في التربية وفي الرحمة انا بحب الكلاب جدا تمام وعندي كلاب وعندي قصة كثير جدا في البيت مش هقول قديها عشان الناس ما تتخضش يعني احنا اقل من بره من الاجانب ان هما يعملوا حاجة فيها ابداع وفيها فن انا دورت هنا ما لقيتش حد بيعمل الحاجات دي فانا قلت انا ليه ما عملش ليه ما كنش يعني برضو متميزة عندي في بلدي ويعمل مصممة ازياء للحيوانات جميل فعندي الكلب هو بردان لقيت ناس يعني وده الكلام ده انا قلته كتير لقيت ناس بتحبس بتبقى حبسة الكلاب مثلا في الروف فوق في جنينة الفيلا في البالكونة والدنيا برد في الشتا تمام احنا تلما انتوا حبسينهم مش هتدخلوهم من بيت تمام احنا نغطيهم وندفيهم فجات لي بقى من هنا موضوع ان انا اعمل بلوفر سويت شيرت سكارف عيس كاب للكلاب وللقطط هي ازي القصة وبقى لي كام سنة حوالي 6 سنين في الموضوع ده في اقبال كبير من الناس رغم ان فيه ناس بتتري علي على فكرة انا عايزك تدفع عني بقى لا لا ان شاء الله هندفع عنك وهندعمك وانا شايف ان هو برضو مجال جامد يعني انا عايز اقولك ان انت اول مصممة ازياء حيوانات قليفة انا قابلها في مصر انا عايز اقولك ان انا بكتب عن الهند ميد بقيلة سنة ونص بنتكلم في 18 شهر نتكلم في 130 حوار صحفي مع 130 مصممة هند ميد في السنة ونص الحمد لله انا لو بشتغل مبيعات كان زمان يمحقق طرجة عالي فعلى مدار التاريخ بتاعي في السنة ونص دي انا مقابلتش ولا مصممة ازياء حيوانات قليفة لانتي فانتي بالنسبة لي لقطة جميلة اه سبق طبعا تمام بس بشتغل كل حاجة بس انا عشان بقى شقدون فحاسيت ان انا متميزة في الموضوع ده والناس حبه الموضوع بس مش لدرجة تجيبها وبلوز على فكرة ماشي يعني بتعميلي ايه مش بتعميلي بلوفر عشان الشتة وكده شرت بقى واي سكاب وحاجات مندي وشربات وممكنش مفيش شوزات كرشي والحاجات دي بتاع اه تمام وحجار كريمة وليولي وكده عايز برضو انوه الحاجة في لقاءنا النهاردة لأ انا الاول عايز اشكرك على حاجة عايز اشكرك جدا جدا لان من قبل اي حاجة ومن قبل ما نتكلم في برنامج ومن قبل ما هو اساسا عندي صديق واحنا ممكنش نعرف بعض ومعنديش فكرة عن موضوع صحفة الهند ميد في الاول بس انا انا اتفاجئت ان هو بيكتب عني انا ما طلبتش منه على فكرة يعني انا برضو عايز افهمكم نقطة دي للا استاذ مصطفى بيدعم صحفة الهند ميد بصرف النظر عن هو بيتكلم عن مين دي ومين ده وبيتكلم عن مبدأ وبيدعم كل الناس اللي بيقابلهم في حياته بيشتغلوا شغل كويس كان لازم اقولك كلمتين دول لان دي حقيقة وان لازم الناس تعرف تسلامي والله انا برضو يعني عايز اوري استاذ المشاهدين حاجة زغيرة من شغل الهند ميد اه دي هند ميد اه نازم نورليهم الشنطة دي نقولي الشنطة دي بشكرها على الهوا مباشرة دي اللي عملتها وفاق محرز من سيدات المعادي دي هند ميد اول عن اخر محفورة عليها بالفرعوني كتبالي اسمي مصطفى العطار بالانجليش ومصطفى العطار بالفرعوني من لقطات الجميلة ان دي جلد ولكن دي جلد بشعره فده عاملة زي بتاع رعاة البقر والكوبوي ستات يا جماعة تميل حاجات جميلة جدا دي لقطة صغيرة يعني يعني لو ينفع الكاميرا تيجي عليها وتقرب عليها هي اكيد الكاميرا جابتها طبعا اه فانا شايفها حاجة جيدة جدا ده جزء من شغل الهند ميد اه لو سألتين انت ليه ليه دعمت النوع ده من الحرف اه هو مبدئيا نمرة واحد تسعين في المناية منهم سيدات اه نمرة اتنين ساعات بيبقى فيهم ارامل ومرأة معيلة فده بالنسبة لهم بيبقى مصدر دخل ايه شايف ان شغل الهند ميد جوه البيوت والورش اه خلى الستات المصريات بالبلدي يفكوا ما بقتش مركزة قوي يعني على المشاكل العائلية بتطرد طول الوقت الطاقة السلبية هي مركزة انها بتعمل منتج حلو ففي الحاجات الصغيرة بقى اللي هي بتدايق وبتخلي الناس يبقى مشاكلها كتير لا الهند ميد خلى ستات مصر كلها اللي بهم بيشتغلوا على الهند ميد مشاكلهم الدوجية خفت دخلهم بيزيد لو هي يعني مثلا دخلها قليل بتلاقي هي بتروح مشوار واحد بس تجيب المواد الخام وبتفضل تشغالها اسبوعين طب ندعم الناس دي ازاي من وجهة نظرك ايه اللي ممكن نطالب بيه او ايه اللي ممكن نحن نحاول ندعمهم ونشجعهم الناس اللي هي زي ما انت بتقول بيعونوا وبيصرفوا وده شغلهم عايزين عايزين حاجة ليهم لازم الدولة تهتم بواحد في جزء على الدولة وجزء على المجتمع الجزء اللي على الدولة اللي هو ان الدولة توفر لهم المواد الخام توفر لهم معارض كبيرة زي طراصنا وديارنا وما شبهها الحاجات دي المفروض تكتر توفر لهم التصدير لان انا عايز اقولك يعني الشنطة دي لو حطين عليها اسم براند لو كتبنا هنا كلمة اجنبية كده هتتبع بخمسة الاف جنيه فالدولة تساعدهم في قصر التصدير المواد الخام المعارض نقابة اه تمام انا لما جيت برضو تعمقتي في المجال الفترة اللي فاتت لقيتني الناس بتطالب بنقابة للحرف اليدوية فيه بيقولوا ان هي فيه نقابة ولكن غير مفعلة يعني على ورق موجودة اسما الناس بتطالب بقى أعلى من كده الناس أحلامها بتوصل لوزارة للحرف اليدوية زي ما فيه وزارة للشباب والرياضة الناس بتطالب اليدوية دي مبدئيا هي أصل لحرف الفرعنة كل اللي عملوه الفرعنة كان حرف يدوية فهم الفرعنة هم هم أصول الحرف اليدوية فاحنا ما نبقاش احنا أصل الشغلانة وبعد كده نبتل نستورد من الصين ومن ماليزيا ومن اندونيسيا ومن شرق ومن غرب احنا أصل الشغلانة فالمفروض ان احنا نهتم بيها ده نمر واحد من ضمن الحاجات اللي انا برضو عايز اتكلم فيها سريعا اللي هي المجتمع بقى المجتمع مهدرش الناس حقها يعني ما تبقاش مصممة قاعد تعمل في الشنطة دي أربع تيام والناس لما تيجي تشتري منها تبخي السعرها او 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 تدايق او تدايق صحبة المنتج يعني فتلاقي ممكن بقى يعني ايه بيبقى ممكن تلاقي ستة عندها استعداد تجيب شنطة مثلا سي بخمس تلاف جنيه عشان مكتوبها عليها اسم أجنبي لما تيجي تشتريها من حضرتك وانتي تقول لها الشنطة ريب ألف جنيه بتتعبك بتتعبك اه دي نقطة اه دي نقطة بتصيب مصممات اه اه بتصيب مصممات الهندميت بالإحباط ساعات اللي هو العميل اللي هو الزبون دي حقيقة فضل دي حقيقة اه انا بصراحة يعني سعيدة ان انت معايا النهاردة وكمان في حاجة لفت نظري في كلامك وانت بتقول عن المعارض المعارض اللي هي تراصنا وكمان في معرض ديارنا ديارنا اه انا كنت فيه على فكرة مبارح المعارض ده هايل هايل بس للأسف مش معمول له دعاية كافية انا رحت مبارح على فكرة المعارض جميل اللي فيه شغل جميل جدا طبعا فيه فنانين كتير جدا اكتر من خمسمائة عارض اه انا فعلا برضو احنا مفروض كلنا نشجع المعارض الكبيرة دي اه بالدعاية وبالكلام عنها والدولة كمان تعمل الدعاية كبيرة جدا انا مش عارفة انت روحته ولا لأ لا روحته مفيش حد يشتغل حرافة ادوية ومعداش على طراصنا وديارنا لا دي حاجات اساسية اه انا اول مرة اه انا يعني ده لفت نظري وانت بتتكلم عن المعارضين لا معارض مهمة اه معارض مهمة جدا طبعا استاذ مصطفى العطار مؤسس صحافة الهند ميد اللي انا بقوله ان هو يدعم ناس كتير جدا بيشجع ناس كتير جدا وبيتكلم عنهم حتى الناس اللي هي ملهاش يعني مش بينين وملهاش اسم ومش معروفين وعلى جنب كده يعني مش عارفين يتعاملون هو بيطلعهم وبيزهرهم انا مش عارفة اقولك ايه بصراحة عايزة اقولك حاجات كتيرة جدا بس انا برضو في الاخر عايزة عايزاك ايه اللي انت بتتمناه او انت عايز توصل هدفك توصل لفين طبعا احنا بنكلم عن الهند ميد هدفك ايه انت دوقتي ماشي وبتطلع ناس وتتكلم على ناس هدفي المجتمع المصري هو جعم الشعب نفسه هدفي هو ده هدفي المجتمع ككل بمعنى ايه بمعنى ان الحرف اليدوية دي يعني مشروعات صغيرة المشروعات الصغيرة دي يعني ورش جوه المنازل او ورش صغيرة الورش الصغيرة دي هي اللي صنعت اقتصاد الصين الورش الصغيرة دي هي اللي عملت الكل الجو اللي عملت الصين اقتصاد بلدنا بقى اه اه احنا عايزين ندعمها عشان مع الوقت المشروعات الصغيرة دي يعني هتعمل انت عاشة في الاقتصاد المصري هتخلي مشاكل كتيرة يعني في المجتمع بوجه عام تخف يعني بطالة مشروعات صغيرة يعني احنا بالحرب البطالة مشروعات صغيرة يعني تصدير للخارج مشروعات صغيرة يعني في مشاكل كتير جوها البيوت خلصت بسبب المشروعات الصغيرة فانا بكلمك بقى هكلمك كلام مجتمعي وكلمك كلام سياسي وكلمك كلام انساني عايز اقولك ان هو بيخرج التقص سربية عايز اقولك ان هو بيدخل دخل جديد للناس بيبقى ساعات الزوج في الجو اللي هو كل حاجة فيها غلت في السنة الأخيرة أو في السنة النص الأخيرة الناس ما بقتش قادرة تقوم بالتزماتها الضرورية على أكمل وجه يعني على أكمل وجه تمام فممكن لما السيدة بتشتغل وتعمل شغل هندي ميدها بتساعد جزء هو ممكن يكون بيشتغل وبيبط مرتب أو بيشتغل شغل حر هي لما بتشتغل هندي ميد وبتكسب حتى لو بتكسب قليل برضو هي بتدعم جزءها وبتدعم بيتها وتقدر تزود الدخل فأنا بحلم بالمشاريع الصغيرة تنتشر كلنا بنحلم بيها اه اه انا هفضل اضغط 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 طول الوقت لحد من المشروعات الصغيرة دي يعني تبقى موجودة في كل البيوت المصرية لانه هو ده اللي صنع الصين المشروعات الصغيرة هي من صنعة الصين العظيمة طبعا كلام مزبوط جدا وانا طبعا سعيدة ان انت معايا النهاردة سعيدة اكتر بالكلام اللي انت بتقوله وانا عايزاك بقى تشوف معايا برضو معايا فنانة من فنانات الهند ميد حبا تعرض شغلها وحبا الناس تتعرف على شغلها وهنشوف الصور بتاعتها مع بعض دلوقتي اه عايزين برضو ندعمها اه هي اسمها الرحيك اه دي اه بدأنا بقى تفرج معنا استاذ مصطفى على شغلها هي اسمها الرحيك المختوم امه ايا القادوسي جروبها على الفيس اسمه يوكا كوروشيكا اسمه جميل قوي على فكرة اه وهو اسمه جميل وغريب اه اسمه جميل وغريب بركة النظر اه هي بتنفس اي حاجة في الكوروشيه وبتشتغل اي حاجة ونفسها شغلها يتعرف الفستان اللي اي عاملها ده على فكرة حلوة قوي قوي وفي منتهى الجمال اه عايزة الناس تدخل الجروب بتاعها عايزة الناس تدخل صفحتها عايزة الناس تدعمها عايزة الناس تشجعها اه ويعني تشوف شغلها انا عايزة اقولك بالنسبة لل انا بالنسبة للكوروشيه بالذات هو اه يعني بقى اكتر مهنة في الهند ميد موجودة في مصر يعني برا واحد من حيث الانتشار لان فيه سيدات كتيرة بتشتغلها اه دي واحدة بقى معنا اه دي كانت عايزة تعرض شغلها من زمان انا بس عايزة برضو تشوف فيه عامل حاجات قد ايه هي ممكن تكون عامل الحاجات دي كلها وبردو مش عارفة تسوقها يعني بص عامل حاجات جميلة ورقيقة رائعة طبعا شغلها رائعة جدا وعمل ملابس وعمل حاجات للبيت المقايل قادوسي احنا بنحييكي على شغلك الجميل واحنا كلنا هندعمك وكلنا هندخل ونشترك وعايزين كل الناس تشترك في الجروب بتاعها ونشجعها لانها شغلها جميل وبردو اللي عايز منها اي حاجة يتواصل يتواصل على الصفحة بتاعتها اللي هي قلنا يوكا كوروشيكا يتواصل معنا وهي اكيد كمان حتى رقامها لا هي مش حتى رقامها على الشغل بتاعها يتواصل على صفحاتها او لو حد عايز تليفونها يتكلمنا على رقم البرنامج واحنا هنوصلها هنوصلها بال هنوصلوا بيها احنا كده كلمنا عن الرحيك المختوم هي معنا في الجروب على فكرة تماما معاكم في الجروب وان شاء الله هتواصل معها ايه رقاك في الجروب بتاعنا لا والله رائع اه رائع انا قبل ما نختم انا عايز اكلمهم في نقطة صغيرة برضو سريعا يصوروا شغلهم كويس اه التصوير التصوير ممكن بيبقوا عاملين ده الفنانين الهند ميد اللي عندنا في الجروب وفي اي جروب واي ناس بتشتغل تصوير اه انا طول الوقت حاليا بوصيهم ممكن بيبقوا عاملين منتجات رائعة يعني تحفى فوق الوصف يعني لو شفتها في الحقيقة رائعة جدا ولكن التصوير ما بيداش حقا فهم لما يجوا يعرضوا منتج ياريت يصوروه كويس كاميرا بروفيشنال او تليفون كويس ويحاولوا يصوروا شغلهم بالنهار 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 يبعدوا عن دي نصيحة لكل مصممين ومصمممتين لان في ناس في الحقيقة شغلها بيتظلم جدا شغلها بيبقى رائعة اه بيتظلم يعني يمصوريلي حاجة انا مش شايفها كويس شكلها مش حلو بس تيجع في الحقيقة الحقيقة تحفى بس الكاميرا مش بروفيشنال واللي مصور مش بروفيشنال فبيديك صورة سيئة فانت نتخيل ان هذا المنتج سيئ وهو في الحقيقة اكثر من رائعة فقريد يصورو بموبايلات حديثة ماشي تكون الكاميرا بتاعتها عالية او يصورو كاميرا بروفيشنال ولازم يصورو بالنهار يعني يبعدو عن صور الليل لان هي بتبخس شكل المنتج تحب تقول بقى حاجة في الاخر؟ اه والله انا بشكر كل مصممين الهند ميد اللي هما في مصر اللي انا اتعملت معهم في خلال السنة ونص يعني لو مش عايز اقول اسماء عشان ما تنساش حد انا عايز اقولك انهم يعني عصفها عندي معاندين لألف شخص يعني الواحد متواصل مع ملاقل عن الفين مصمم ومصممة هند ميد انا بحبهم جدا ومعجب جدا بشغلهم وبتمنهم انهم يوصلوا كل حد فيهم يحقق اللي هو بيحلم به سعيد ان انا موجود معاك مع سماء علي والله انت سيدة رائعة ومنتجة وشغلك بيعجبني وتمنى بقى ان انت تنتقلي شوية لأزياء البنى ادمين وهم أزياء البنى ادمين موجودين بس فيه ناس كتير بتعمل أزياء البنى ادمين وانا سايبالهم الساحة سايبالهم الساحة وخليني في أزياء الحيوانات وانا عايزة اقولي ان الحلقة كانت النهاردة جميلة جدا جدا وبشكر استاذة هدى وهبة اللي كانت معانا بتتكلم عن الكلاب وعن الكوريشي حبيبتي وصديقتي وبشكر الاستاذ العبقاري مصطفى العطار مؤسس صحافة الهند ميد بشكركم جدا جدا وكانت النهاردة الحلقة ممتعة بالنسبة لي وإلى اللقاء في حلقة قادمة استنوني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة